بيان جديد للسعودية والإمارات حول الوضع المضطرب في جنوب اليمن وكالعادة لم يحمل جديداً سوى التأكيد على ضرورة وقف أي نشاط عسكري دعا البيان أيضاً الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات إلى العمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شكلتها الدولتان في وقت سابق لمراقبة وتثبيت وقف الأعمال العسكرية وأي نشاطات أخرى في محافظات الجنوب تقول الدولتان إنهما عملت بتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهديئة ووقف إطلاق النار والتهيئة لإطلاق الحوار لغة البيان كانت تحيد الموقف الإماراتي من انقلاب الانتقالي على الحكومة وهي صاحبة القرار الذي تأكد مع الغارات التي شنتها مقاتلاتها على قوات الجيش شرق عدن بدت الحكومة قليلة الحيلة فبينما بدى وزير الداخلية أحمد الميسري حازما وهو يتحدث بأنه من المستحيل الجلوس في طاولة الحوار مع الانتقالي كانت الخارجية ترحب به شريطة أن يتم انسحاب قوات الحزام أما المجلس الانتقالي فرحب على الفور بالبيان السعودي الإماراتي وقال إنه يعكس حرص الدولتين على توحيد الجهود نحو السلام والاستقرار والشراكة ذهب الانتقالي إلى أبعد من ذلك إذ بدى وكأنه الطرف المقلب عليه وقال إنه طالب بالحوار منذ اليوم الأول لحلحلة الملفات العالقة وما حمله البيان هو التأكيد على الرغبة السعودية في إيجاد تسوية للوضع في الجنوب تبقي كل طرف عند الحدود التي فرضتها المعارك الأخيرة ويؤكد ما فرضته الإمارات كونها المتحكم بقرار الجنوب لكن الموقف على الأرض بدى متناقضاً للغة البيانات فقوات الحزام الأمني ما تزال تفرض سطوتها الكاملة على العاصمة المؤقتة وأربع محافظات أخرى وكل يوم تزداد توحشاً تجاه المدنيين اشتركوا في القناة